مرحبا برج الأسد أهلا فيكم في القراءة العاطفية المفت عندنا كرت العالم قبل ما أقول لك مشاعره قاعد أحسني وأشوف أن شريكك وصل إلى منصب وصل إلى هدف معين في باله ولكن مراحل تعبى واجتهادة من أجل هذا الهدف كان أثناء علاقتكم في السابق لما كنت معه كان يحاول مثلا أن يصل إلى المنصب الفلاني أو يحصل على الأموال أو كان يحاول أن يكون نفسه يتخرج لما كنتوا مع بعض الحين حصل عليه ولكن جزء من النص مفقود تعرف الرسالة القديمة اللي نشوفها في التلفونات قبل لما تكون الرسالة طويلة وما تصل دفعة واحدة تصل على دفعات يكون مكتوب فيها آخر شيء جزء من النص مفقود لازم تنتظر كأنه ما قاعد يقول لي هنا أنه حين وصلت ولكن عنده جزء من الناس مفقود تعوى إن شالت عن عينه الغمامة تعوى ابتدأ يكتشف يستوعب أنه وين برج الأسد وهو اللي كان هنا يمكن مفروض واقف معاي أثناء نجاحي أثناء حصولي على هاي الوظيفة على هاي الفخر على هذه الشهادة ولكن من بين كل الناس وهو اللي كان موجود في حياتي لما ما كان عندي شيء الحين صار عندي شيء ولكن برج الأسد مو موجود متفاجئ احتمال كبير اللي قاعدة أتشوفه سبب تفاجئ شريكك هو أن علاقتكم ما انتهت بسلام أو ما انتهت بشكل طبيعي لأنه عندنا كرت برج العقرب مقلوب لما يكون مقلوب معناته كان فيه تدخل خارجي ما كان التحول هذي كرت التحول الطبيعي ما كان فيه تحول طبيعي للعلاقة فيه تدخل خارجي كان هدف تدمير علاقتكم ما بقول لك سحر التفريق قاعدة أتشوف شيء حتى أكثر ظلمة أكثر سوء من سحر التفريق عشان شي دي اللي أحس أن العلاقة انتهت بسرعة بشكل مفاجئ كانت جدا متينة ومبنية على عشرة سنين وعلى ثقة وعلى مواقف وعلى أثنين فعلا نحبوهم بعض فانتهت بشكل درامي انتهت بشكل سريع انتهت بشكل انه استيقضت يوم من الأيام وشفت انه خلاص قاعدة أشوف هني بكاء نحيب سحر معمول شي كبير ما كان ما كان انفصال طبيعي اللي صار بينكم واخر كرت عندنا ثماني الأكواب شريكك جدا حزين جدا حزين وكأنه ما يحس قاعد يفكر وهو هني بينه وبين نفسه هل أنا حين في كابوس الحين في كابوس انه برج الأسد مو موجود في حياتي او هلأ أنا استيقظت من حلم والحلم الجميل كان لما كان برج الأسد شريكي حبيبي كان موجود في حياتي يحس انه هو لا للدنيا ولا للأرض بما معناه انه هو موجود حين في الوظيفة في الأموال اللي يريدها ولكن ما ما يملكك انت في حياته ولما كان قبل يملكك انت ما كان عنده الوظيفة النجاح فجدا ما ندري ليش حسنا تول غمامة والغشاوة ابتدت تنشال عن عينه يمكن تأثير السحر تأثير الحدث الكبير الصادم بتوى ابتدأ يتغلغل الى عقل وقلب وفؤاد شريكك اشوف ايضا نفكر فيك طول الوقت كأنما اطالع يمين يسار يتوقع انه راح يشوفك في اي لحظة ينتظر انزل السؤال الثاني هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال عندنا هنا الامبراطور الامبراطور دائما نسميه الملك المتحجر لانه قام لان هذا ملك الملوك يدير الامور بطريقة جدا تقليدية لدرجة انه اصير النظام متحجر قديم ما تقدر تغيره شريكك وانت هذا الشريك القديم من العلاقة القديمة وصل لمرحله مراضي عن امية بالامية مراضي عن الانفصال ولكن تعرف اللي تقدم كثيرا عنك ووصل الى مكان جدا مختلف لدرجة انه ما يقدر يتراجع الحين لانه ليش الامبراطور فيه ناس يعتمدون عليه الحين ممكن ان نتزوج وفيه اثار مبنت على زواجه بيت وزوجه وابناء وعائلة وصار فيه تداخل في العائلات وصار فيه توقعات من الاهل صار فيه التزامات هاي الكلمة اللي ابيها انا اظل اتكلم لحد ما الكلمة تصل الكلمة هني ان التزامات شريكك اللي للأسف لما كان لحد الان في نفس الغيبوبة التزامات اللي دخل فيها هي اللي حين قاعدة تمنع التقاءكم مرة ثانية فلا اهو مراضي عن الابتعادة والانفصال قلت لك النجمة كرت برج الدلو احتمال كبير انك تتعامل مع شخص من برج الدلو عندنا هني ايضا برج الحمل عندنا برج العقرب والابراج المائية طاقتهم كرت برج الدلو يقول لك اللي قلت لك ايامنا شوي انه صار فيه بعد كبير يمكن المشكلة كبرت زيادة عن اللزوم طريقة انتهاء العلاقة كانت جدا سيئة في شي ضخم بسبب هذا الكرت انه كان مقلوب سبب انه اليوم الرجعة ما هي سهلة الرجعة بينكم ما تكون بمجرد انه ترفع السماعة او يرفع السماعة ويسأل عنك او طرشلك ورود يسأل عليك او يرجع اقابلك يعتذر في نوع من المآسي المشاكل الانفصالات ما ينفع فيها الرجعة العادية ما ادروا شنو بالضبط صار يا برج الاسد خبروني في الكومنتز الناس اللي تنطبق عليهم هاي الرسالة شنو تجاربكم انتو مع هاي الانفصال اللي جدا كان سيئة اربع الخماسيات شريك لك الحين قاعد يقول لي ويقول في نفسه مو قدلك هني في غشاوة وانشالت عن عينه والحين هو متفاجئ ومستغرب ومستفقد وجودك في حياته اربع الخماسيات تقول لي قاعد ينظر الى مدري ليش ويدا حس انه هو خلاص اما دخل فيه علاقة التزام شي يترتب عليه نتائج اما علاقة اما زواج اما عيال اما شي دخلوا فيه الاهل الاهل دخلوا فيه فما يقدر فقط انه يتملص منه ويهيك يتصل فيك ويقول لك خلنا نرجع لبعض عرفت قصدي؟ صعب جدا لانه فيه تبعات اربع الخماسيات هني قاعد يقارن الشريك اللي اقل منك جدارة اقل منك وفا اقل منك حتى في الجمال حتى في السنع حتى في مدى انجذاب شريكك له وهي الطرف الثالثة والشخص اللي دخل الى حين معاه فيه التزام قاعد ينظر اليه نظرة تملل تأفأف احنا نقول لا يعد شبدة لا يعد شبدة يعني ان شنو هالشخص توة توة مادر ليش شريكك جدا بطيء في الاستيعاب توي يستوعب ان اختار انسان حتى ما يقارن فيك اقل منك في كل المستويات كل الجوانب شنوك يقول انا ما يعني شنو الانسان يروح مثلا من انسان متدين الى انسان جدا فاسق التغيير جدا بعيد المقارنة ما تصير هنا ما بين التدين وما بين الفسق نفس الشيء المقارنة ما تنطبق بين مستواك انت شنو كنت في حياته ومستوا هذا الشخص الجديد ابدا قاعد يفكر شريكك ان لا يليق فيه اخر سؤال للمنفصلين ما هي خطوتها القادمة خمسة السيوف انا شنو قلت لك قلت لك صح دخلي هنا في التزامات وما قلت لتخلص منها بالراحة انا دخلوا فيها اهل دخلوا فيها معارف صاروا الناس تعرف عن علاقة بهاي الشخص الجديد يمكن اتزوجه ويمكن انخطبه الامبراطور هو دائما الشخص المزواج ولكن خمسة السيوف شريكك جدا ذكي احتمال ان يكون من الابراج الهوائية اللي يقول دام ان الباب مغلق ولكن متأكد انه اكيد فيه نافذة مفتوحة اكيد فيه ثغرة ثانية اقدر استخدمها عشان اوصل لمراضي عشان ارد احاول على الاقل ارجع الامور مع برج الاسد خمسة السيوف محاولة استفزازه وخلق مشاكل وانه يوجد ثغرة بينه وبين علاقته مع هاي الشخص الجديد احتمال كبير انه برج ترابي شخص الجديد في حياة شريكك شخص برج ترابي ثور عذراء جديد حاول انه يستفززه يخلق معه المشاكل عشان اذا خلق المشاكل يصير عنده شوي فتشة يبتعد يتنفس عنه عرفتو؟ دراما يخلق دراما عشان اشي يصير؟ خمس الخماسيات بدل ما يقول بدل ما انا مثلا اتخلص من هذا الشريك الجديد مو انت يبرج الاسد الشريك الجديد خلق استفزه اغضبه اخلي اخوي يرحل منه ومن نفسه اهو اللي يطلب الطلاق اهو اللي يطلب الانفصال اهو يروح لاهلي واهلي يقول لهم مثلا ما ابي ارتبط به يخلي الكلمة تطلع من الطرف الثالث مو منك انت مع ان هذه علاقة القراءة هذه المنفصلية ولكن طلع فيها طاقة الطرف الثالث يحاول ان يخليه ينسحب يستفزه عشان شنو عشان يصير عنده نكرت رقم صفر الاحمق اللي ما عنده اي شي يربطه يتخلص من تشوفي هني من الامبراطور الى الفول الاحمق يتخلص من كل الاشياء اللي قاعدة تقيدها وتمنعها من ان يتواجد معاك لان تشوف شريكك نيته وخطواته القادمة مو انه فقط يرفع السماع ويسأل عنك يبي يرجع وجودك بقوة في حياته يرجعك كانسان موجود بشكل دائم مثل ما تعودته في السابق مثل ما انت كنت موجود في حياته فعشان تذيه يريد ان يخلق طاقة الفول طاقة الشخص اللي ابدا ما عنده اي هموم ما عنده اي اشخاص يعتمدون عليه متحرر يملك حرية في يده ويقدر ياخذ قراراته بروحه شنو راح يساوي بضبط قلت لك احتمالات كبيرة انه هو يطملس من الطرف الثالث يخلي الطرف الثالث يصير بينهم زعل انفصال مشكلة عشان هو يقدر على الاقل يتحرك ولو بشكل مؤقت المجموعة اللي بعدها العزاب العزاب اول سؤال لكم ما هي مواصفات الشخص القادم في طريقك؟ عندنا ستة ستة الأقصان ستة الأقصان لما تكون في وضعها المستقيم معناته شخص جدا اجتماعي جدا قيادي احب روح الحفلة روح الحفلة لما يدخل المكان يحرك المكان يحرك كل الناس ولكن جنب هذا الكرت هاي الكرت اطلان كان مقلوب وجنب عندنا ملك السيوف احتمال كبير انك تتعامل مع برج هوائي الأبراج الهوائية طالعة في قراءتك يا برج الاسد طاقتهم بشكل جدا واضح هاي المرة ملك السيوف هذا الشخص جدا غريب عجيب ما ادري ليش قاعد احسه يمثل جدا الأبراج الهوائية يعني طاقتهم فعلا لان هني اهو مسؤول عن تنظيم حفلات مسؤول كوظيفة يعتمدون علي الناس يعتمدون علي مو اهو اللي يطلب ان يكون في الحفلة او في الجمع في حشد هنا حشد حشد مثلا اخص تنظيم شي ديني اخص تنظيم شي ثقافي اخص تنظيم اي نوع من التنظيمات اهو المسؤول عن التنظيم ولكن في نفس الوقت اهو ما يختلط كثيرا بهاي الناس لانه طبيعته غير اجتماعية جدا ملك يعني بمعنى ويد سيلكتف ويد يختار الناس اللي يحتك فيهم مجتمعي ويد خجول منطوي على نفسه هذه هي الكلمة منطوي على نفسه النجمة شن قلت لك برج الدلو برج الدلو طلعت طاقة تتوقع ايضا في قراءة المنفصلين احتمال كبير انك اما رح تتعامل مع شخص من برج الدلو او رح تأتيك طاقة طاقة شخص ما اخذ طاقة برج الدلو شنه هي طاقة برج الدلو برج الدلو هو روح الحفلة بالضبط ولكن في نفس الوقت ما يحب ان الكل شنه يقولون عنا انه مثل الاسد شابه الاسد اللي هو انت برج الاسد انه يعرفون الكثير من الناس هذا الشخص ولكن القليل منهم يعرفون حق المعرفة حق المعرفة عن قرب انزين مثل ما قلت لك هنا وظيفتها وظيفتها تتعلق بالكثير من تنظيم الاشياء اللي فيها جماهير غفيرة اوكي منصبه جيد منصبه مسؤول منصبه يطلبه اكثر ما هو يطلب المنصب اهم حاطينه اهم معتمدين عليه اهم يحتاجون احترافيته في التنظيم خلا نشوف مواصفاته الشكلية ووظيفته ايضا عندنا هنا اربع الاكواب هذا الشخص ما يدخل فيه علاقات احتمال كبير انه انفصل خطب وانفصل في السابق ولكن ما شوف انه عنده ابناء ما يدخل فيه علاقات عابرة جدا حذر عندنا ملك السيوف ملك السيوف جدا حذر واذا دخل فيه علاقة يدخل فيه علاقات طويلة المدى كل علاقه يتم فيها سنة سنتين ثلاث اربع حتى سنوات بما انه عندنا رقم اربعة مو شخص لعاب شخص جاد شخص شوية خلا نقول جاف طبيعة الابراج الهوائية ما يعرف يستمتع بوقته فانت يا برج الاسد بما ان الطاقة الكنارية انت الشخص المناسب اللي تنبهى على هاي الجانب ام فيه ايضا اهني خص شكله ولبسه دائما يفضل ان يلبس الملابس الرسمية حتى فيه ملابسه ما يحب ان يكون فيها مراح او مخاطرة او الوان عنده عنده هني دائما الوان معينة يتقيد فيها دائما لوكان مثلا عباءة او بدلة رسمية دائما يفضلها لون واحد لون موحد اوه اللي يفضلها القمر ولكن مقلوب اوكي الامبراطورة هذا الشخص لو اتى الموضوع فقط على اختياره اوه اوه رح يقولك انا ما ابي ارتبط لا ابي حب لا ابي زواج رافض الفكرة اساسا ولكن فيه شيء فيه تغيير فيه شيء تغير فيه حياته فيه رغباته خلاء الحين متجه نحو الارتباط اول شيء يريد انه فيه شخص معين ينتقي نقوى ينتقي يعني يكون قريب منه بشكل خاص لانه وايد ناس يعرفونه بس ما حد قريب منه الشغلة الثانية بما انه عندنا كارت الامبراطورة هذا الشخص ابتدى فعلا يرغب بالانجاب فيه ناس وايد يقولك انا ما ارغب بالزواج نفسه لو كان الامر اختياري ولكن لاني الحين صارت عندي رغبة في الانجاب من الجنسين ترى ذكر او انثى لانه صار عندي رغبة في الانجاب انه يكون عندي ذرية انه يكون عندي امتداد فيه شيء صار في حياته هنا عندنا وجود ملك السيوف وتحت القمر معكوس احتمال كبير انه هذا الشخص ابتدت نجاحاته تكبر ابتدوا يمكن احد الوالدين توفوا عنده احد اعمامه فابتدت فكرة انه فيه ورث في العائلة اتا ورث من قريب اتا ورث حصل على ورث وابتدى حين يفكروا بشكل جاد انا حين له توفيت من الذي سيرثني يمكن ان هذا الشخص احتمال كبير عمره من الثلاثينات وفوق ما اشوفه صغير بالسن ابدا من النوع من الاشخاص اللي تأخر السن وما تزوج يعني مثلا خطب مرة واحدة من زمان وبعدين خلاص ابتعد عن فكرة الحب والزواج ومشى فيه طريق العمل والحياة العملية انزين؟ فيه شيء يخص الورثة هني قاعدة اتشوفه يبتدى يخلي يفكر بشكل جاد في الارتباط او في انه لازم ينجب ذرية اخر سؤال كيف تتصرف معايا برج الاسد؟ السيف الاول وعندنا هني ملك النار هذا الشخص مع انه هو جدا رسمي في طريقة ملابسه ولكن انت لان عندنا ملك مع ملك انت تقدر تجذب في حياته الجانب اللي هو يفتقده الجانب الممتع الجانب اللي احنا مو لازم نتبع كل القواعد في اللبس في الضحك في الاستمتاع في ان احنا نقوم باشياء متهورة غبية سخيفة اوقات ولكن نستمتع فيها الجانب اللي ما يكون ابدا جاد هذا جدا مهم جدا مهم اضافة الى جانب الاهتمام بالنفس مع هذا الشخص كل ما هتميت بنفسك رح ينجذبلك اكثر رح يلاحظك اكثر يتمسك فيك اكثر ما ادري ليش بس عارفون فكرة انه دائما التضاد يتجاذب اوقات نبحث عن شخص توجد فيه صفات احنا نفتقدها اوكي محتاج لهذا الشي محتاج ايضا اخر شي عندنا كرت العالم النصيحة لك يا برج الاسد مع هذا الشخص حاول ان تكون صديقة اول شي الصديق الفعلي اللي ما تدخل حياته وتحاول ان انت تمسك بزمام الامور وتتحكم وتغير انا معاجبتني طريقة لبسك معاجبني طريقة تحدثك مع الاشخاص معاجبني معاجبني وتعطي لستة في يده وقل له روح غيرها لا ابدا عكس هاي الطاقة عكس هاي الطاقة ان انت تدخل في حياتك كصديق كحليف الحليف من هو الحليف اللي احنا نعتمد عليه في امور جدا مهمة لما خلاص على وشك ان احنا نسقط هذا الشخص هو اللي ظلم مثل السند لنا لازم يثق فيك لازم تكون حليفة اذا هو يحب يلعب كورة اتشاركه اتشجعه اذا مهما كانت هني قاعدة اشوف فكرة العالم عند اسلوب حياة جدا خاص فيه غريب مو معتاد ما في مرونة وايد متعود على الروتين معين وما يحب غيره مهما كانت هواياته واسلوبه في البداية عشان تكسبه لا تقوم باي تغييرات لا تدخل في حياته من اجل التغييرات ادخل في حياته وانضم اليه اذا كان قاعد يصفك صفك اذا كان قاعد يغني غن اذا كان مجرد انسان يستمتع في الجلوس في البيت بدون ان يقوم باي شيء انضم اليه هذا الطريقة رح تخليك تكسب فرقته ملك مع ملك جدا ترى طاقة متوافقة طاقة متكافئة اخر مجموعة عندنا حين مجموعة المرتبطين اول سؤال المرتبطين هو كيف يراك الشريك 10 الخماسيات ملك الاكواب 5 الخماسيات اول شي رح ابتدي بهذا الكرت شريك تشوف هل انتو في شراكة سواء كانت زواج او كانت ارتباط في عندكم نوع من الصعوبات اللي تخص الاموال او تخص الحياة العملية تخص الدراسة اي شي خص هاي الامور واحد منكم او اثنينكم قاعدين تعانون من صعوبات ولكن الصعوبات هني قاعدة تخلي جوانب اخرى فعلاقتكم تزدهر وتقوى لانا قاعدين تنحطون تحت شوي ظروف صعبة او على وشك ان تنحطون ماليا ما بقولك ظروف صعبة قاعدة اشوف في تحدي الحياة العملية في الفترة القادمة رح تتحداكم انتو والشريك فاشلون راح اشوفك وشوف ادائك في هاي التحدي رح يشوف ادائك ان انت فعلا الشخص اللي ممكن تكون الراعي الحنون الراعي الحنون الشخص الهادئ الشخص المستقر الشخص اللي تعرفي هني احس طاقة تهتم فيه تهتم فيه وقت العمل عمل وقت الجد جد ووقت اللعب لعب رح يشوفك ان انت فعلا قاعدة تحافظ على البلنس المناسب التوازن المناسب ما بين الحب متى نكون نحب متى نكون رومانسيين وما نفقد هذا اهم ترى اهم جانب اهم جانب اللي ابيك هني تفهمه في الرسالة شريكك رح يشوفك في الفترة القادمة وايضا النصيحة لك ان انت مهما كانت ظروفكم المالية او العملية صعبة مثلا وايد عندكم دراسة عندكم امتحانات مهما كانت الظروف ان انت ما تفقد تركيزك هني عينك الظل على شريكك عينك الظل عين الحب الظل دائما عندك طاقة الاهتمام بالحبيب بالمعشوق حتى لو ظروفكم صارت صعبة سهل ان احنا نحب وان احنا نكون سعيدين وان احنا نضحك لما يكون عندنا فلوس لما تكون شهادتنا في الجامعة ونتائجنا متفوقة لما نكون علاقتنا مع الاهل اوكي هنا في تحدي رح يدخل حياتكم شخص ظروف معينة يمكن حتى تحدي من داخل البيت الاهل الابناء الابناء رح يمثلون تحدي يتعبونكم شوي في التربية يتعبونكم مثلا يمرضون بعيد الشر ولكن ادائك في هاي التحدي هو اللي رح يبهر شريكك ان انت فعلا شخص يعتمد عليه الشخص المناسب اوكي السؤال اللي بعده ما هي نقاط قوتك في العلاقة عندنا التسع الاكواب الخماسيين طاقة التبديل والامبراطورة هذي ايضا من الطاقات اللي صعب انه مو اي برج مو اي شخص يقدر يجمعها الطاقة اللي تقول انا عرف متى اكون ابو اعرف متى اكون ام اعرف متى اكون ابنة وعرف متى اكون حبيبة وعرف متى اكون زوجة او زوج اعرف اهني الخماسيين يمثلون بالنسبة لي يا برج الاسد مثل نقطة قوتك مع هذا الشخص هو سرعة تبديلك للطاقة معاه لطاقتها الان الحين ام اتكلم معاك ام ولا اتكلم معاك حبيبة او حبيب اتكلم معاها كزوج كقائد لهذا البيت او كالريال اللي في حياتها اللي لازم تسمع كلامي ولا اتكلم معاها كصديق سرعة تبديل في سباق السيارات جدا مهم سرعة تبديل الحركة ان السيارة بسرعة تبدل لذلك يعتمدون على التبديل اليدوي سرعة التبديل ترى هي كل شي سرعتك انتو انا تعرف متى تكون معاه حبيب تعرف متى تكون معاه شديد تعرف تكلمه باي صوت في اي وقت او حتى ممكن تكون الاب احد الوالدين وهني طاقة انا وانت بس تبديلك لهاي الطاقات ايه نقطة قوتك معاه في الفترة القادمة والتوازن اللي تحدث بينهم واخر سؤال كيف التوافق بينكم لشهر ستة انا سوري شهر ثمانية لانه هني عندنا ستة الخماسيات نشوف هني المكيال التوازن وراه كرت برج الميزان كرت العدالة واخر شي ثمان الاخصان اول شي بتكلم عن هالكرتين لان احس ان المعنى ما لهم متشابك انت هني في هاي التحدي اللي كلمتك عنه في البداية ادائك خصوصا اذا كان ايجابي شريكك رح يتحمس انه مادري يقوم بمفاجأتك يعطيك حدية يردلك يردلك الخير اللي تساويه معاه ولكن باسلوب مختلف باسلوب يخص الاموال مو بس الاموال الاهتمام احتمال كبير انه راح مثلا يقترح عليك او يعطيك شي بس لك انت بس انت اللي تقدر تستمتع فيه مجوحرات سفرة سيارة اي شي فقط خص فيك انت ما يشاركك في احد عشان تستمتع فيه او تستخدمه وايضا وجودي هني مكيالين مو مكيال واحد يحسسني انه شريكك راح في الفترة القادمة يكون يشيلك ويدة هما راحتك يحاول يشيلك على اكفف الراحة او اكفف الراحة يقولون ولكن في نقطة واحدة راح تكون عنده شوي طاقة يعني يشوف ماديا جدا يعطيك جدا كريم معاك ولكن جدا حريص وحازم بخصوص اذا كان بينكم ابناء تربية الابناء واذا كان بخصوص الصرف كريم معاك ولكن في نفس الوقت راح يحاسبك مو فقط على الاموال حتى على الوقت ايش كثر احنا قضينا وقت مع الاخرين مقارنة بيش كثر قضينا وقت مع بعض كم مرة في الاسبوع انا مثلا اذا احنا مغطوبين وفي علاقة كم مرة قدرت اشوفك او من متى ما شفتك فيهني طاقة الحساب والكتاب ايش كثر وقت اذا انتم متزوجين ايش كثر وقت نقضي مع اهلك ايش كثر وقت نقضي مع اهلي وفيه شي لازم نكون فيه عادلين وحازمين دام هذاك الاسبوع رح نعند اهلك هالاسبوع مع اهلي طاقة غريبة ما بين العطاء والحنية وايضا ما بين الحساب رح يكون يحاسبك ولكن يحاسبك بشكل عادل في الامور المنطقية وايضا رح يطلع بطلعات خلال شهر ثمانية اكثر طلعاته رح تكون بخصوص اما مشاريع يطلع لك بافكار غريبة عجيبة محتاج انت شوي تكبح جموحه تكبح هاي الطاقة الغريبة اللي رح تطلع عنده طاقة اللي خلا نسافر بين يوم وليلة هني انت تحاسبها محتاج تحاسبها ماديا هل السفرة رح تكلفنا كثير لان احنا تونا طالعين من صعوبات هل تسوى هذي السفرة اوكي ما ادري ليش احاسي هني وايض طاقة القيام بامور متهورة وافكار غريبة تأتي ويناقشها معاك انزيل رح يكون شهر جدا مليء شهر مليء بالتغييرات شركك حس انه ما رح يستقر على طاقة واحدة وياك يلبس رداء الحزم وبعدين يلبس رداء الكريم المعطاء الرومانسي ورد يلبس رداء المتهور او المراهق اللي دائما يبي اخوض تجارب ومغامرات جديدة عزيزي برج الاسد هذه كانت شكرا